موسيقى حسب منظمة الصحة العالمية حوالي 700 ألف شخص بالعالم يموتون بالانتحاق كل عام وإذا تعرف أن كل حادثة انتحار ينتهي بالموت يؤثر على 130 شخص كمعدل ستعرف أن الانتحار يؤثر على أكثر من 100 مليون شخص بالعالم سنويا هذا الرقم 700 ألف إذا تقسمه على سكان البشر سكان الكرة الأرضية سينطيق تقريبا عشرة يعني عشرة من كل 100 ألف شخص يموتون بالانتحار كمعدل سنوي في العالم وهذا الرقم يختلف من بلد إلى آخر في سوريا المجاورة مثلا هذا الرقم 2 من كل 100 ألف أما في مملكة صغيرة في جنوب أفريقيا فإسمها ليسوتو الرقم فوق السبعين فستسألني شون المعدل في العراق قبل هذا خليني أعطيكم تعريف بسيط للانتحار الانتحار هو إنهاء الشخص لحياته عمدا عن قصد يعني اللي يموت خلال تسلق جبل مغامرة أو رياضة أو أي شيء آخر ما نعتبره منتحرة لأنه قصده مو أن يموت الانتحار عبارة عن تضافر وتفاعل عوامل كثيرة اقتصادية، سياسية، اجتماعية، نفسية، بدنية كل هذه الأمور تضافر وتضيق الخناق على شخص يوصل إلى وضع يتوهم أنه ماكو حل ماكو خلاص إلا بالموت مو حبا بالموت وإنما هربا مما يشوفه هو كجحيم في الحياة حوالي كل واحد منا وكل واحد منكم أمور كثيرة تدفعنا نحو الانتحار وأمور أخرى تسحبنا وتحمينا من العوامل الدافعة للانتحار من عوامل الخطورة اختلال في الأوضاع السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية وجود وتوفر أسلحة ووسائل تنفيذ الانتحار بسهولة من ضمنها مبيدات حشرية وسموم وجود أماكن مشتهرة كأماكن مفضلة للانتحار وغير محروسة وغير مسيجة خيبة الأمل في الحب والعلاقات والعمل أمراض وراثية أو أمراض جسدية مزمنة أو مستعسية على العلاج أو مؤلمة جدا لكن كل هذه عوامل الخطورة النزوح عامل آخر خطر الذي ناجي من الانتحار ونقصد بالناجي من الانتحار هو من حاول الانتحار سابقا وتم إنقاذه ما ماد لحسن الحظ أو من فقد شخصا عزيزا عليك بالانتحار مثل أنا الناجي من الانتحار إلى عامل خطورة أقوى من الآخرين كلما كانت عدد المحاولات الانتحار أكثر الخطورة تزيد تعكس عائل همور وتعالج الإضطرابات يصير عندك عامل حماية ضيف إلها ظروف عائلية مستقرة اللي متزوج وما مخلف يخلف هذا يصير عامل حماية اللي مؤمن أساسا تعزز من إيمانه هذا عامل حماية أنا منين تعلمت هاي المعلومات لو سألتني قبل أربع سنوات وخمس تسابع هل ممكن في يوم من الأيام أنا أفقت واحد من أبنائي للانتحار شن تقول لا ما ممكن إحنا عائلة مثقفة عائلة ناجحة ومحبة وأولادي عاقلين وإحنا ما نجليهم محتاجين شيء أدخلناهم أرقى المدارس ووفرنا لهم كل ما يمكن أن ينطي الوالدين من حبه حنان ودعم ومع ذلك صارت إلي كان يوم سبت خريفي مثل هاليوم صحينا من النوم أنا وزوجتي وجهزنا الفطور اللي ابننا الصغير يحبه أمه صعدت غرفته قاعدة من النوم إيجي يفتروا إيانا وصرخت صرخة مدوية وأنا عبالي هي وقعب من الدرج فإسرعت وشفت اللي ما أتمنى أي واحد منكم وغيركم يشوفه بالدنيا بحياته تصور تصحى من النوم وتشوف ابنك أنهى حياته ابنك الآخر خارج المدينة لزيارة أصدقاء بنتك غير مدينة تدرس تخابرهم يرجعونه بسرعة لأن أخوهم أنهى حياته بالانتحار تصور وإحنا بالمستشفى بالطب العدلي ننتظر الجثة الهامدة ندفنه يجاني الضابط شرطة وسألني إذا تشند مستعد أنت إفادتي رجوت يمهلني يومين ينطي تعزية وقبل مشكور وصرنا نزور مراكز الشرطة مرة أو مرتين بالأسبوع لمدة شهرين حتى يحققون ويانا كمشتبئ بهم ضبات الشرطة كانوا مؤدبين رغم بساطتهم لكني اللي صارنا بالمحكمة أبد ما أنسى إلى يوم أموت قاضي التحقيق طلب من زوجتي أن تعيد وصف ما شافته ذاك اليوم بالتفصيل الدقيق وهذه لم تكن أول مرة فبدت ووصلت إلى نقطة انهارت وارتمت على أقرب كرسي القاضي صرخ فيها قومي وقف عدل تصور يصيبك هكذا مأساة ويهينوك هكذا ويعاملوك مثل مجرم حقير كثير من الناس يعاملون الناجم للانتحار نظرة دونية ويصموهم بوصمة عار أنا صار لي أكثر من مرة في مناسبات شخصا ما يأشر علي خلصة كأني ما شوفه ويتهامس ويلي حوله يقول هذا الرجال اللي كان يحزب نفسه ناجح ومثقف وابنه ما تحمل يعيش وياه يا ترى الشمسة وينه بالولد المسكين ولربما أنتوا تعتقدون أن هذا الشخص الهامس شخص فضيع بس الأفضع منه اللي هو كان صديقي مدة ثلاثين سنة من أيام الجامعة إلى يوم مات ابني بالانتحار جاء للتعزية حاله حال غيره وبعدها ما رجح لا شفته ولا خابرني ولا دازلي الرسالة ولربما يعتقد هذا الرجل اللي دائما يحشي وكان فعلا مبادر في مجال المجتمع المدني أنه بتصرفه هذا يحمي نفسه ويحمي أولاده يحميهم مني أنا المكلوم اللي تشند أحتاج كل مساعدة ودعم وأطفحنا لا خطأ اللي يحميه ويحمي أولاده ليس يبتعاد عني وإنما تثقيف نفسه بشأن الانتحار العوامل الدافعة للانتحار عوامل الخطورة وعوامل الحواية منه والعلامات التنبيهية الدالة على الانتحار هذا حال المثقف المبادر في مجال المجتمع المدني فكيف الحال بمواطن لا يدعي الثقافة ولا يتشدق بعبارات فضفاضة عن مبادرات المجتمع المدني كثير من الناس يسألوني عن سبب انتحار ابني وأنا بعد وفاته دققت في هاتفه وفي كل ممتلكاته ولم أجد جوابا لهذا السؤال لكني تعلمت من خلال تعمقي هذه الأربع سنوات في موضوع الانتحار أنه علم دراسة الانتحار سويسايدولوجي يقولون بدل البحث عن الأسباب ابحث عن العوامل العوامل الدافعة للانتحار عوامل الخطورة وعوامل الكماية كفتي الميزان كل ما تقل كفة العوامل الحماية أنت في أمان واللي حواليكم في أمان عوامل الخطورة سيقل لأن في حوالينا مثل ما قلنا عوامل كثيرة تدفعنا للانتحار فأنت تحتاج دائما تعزز من عوامل الحماية إليك واللي هم حواليك وتنتبه للعلامات التنبيهية ابني آني لو كنت تشوفها هادئ رزين حنون وبشوش قارئ عميق في العلوم والفلسفة والآداب ويريد يصور مصور احترافي ويستمع للموسيقى الكلاسيكية بشغف يستمع إلى الفصول الأربعة لبيبالدي يحط الهتون على أدانة يسد عيونه ويقلد الكوندكتور جو هذا كان أكو جحيم بداخل إحنا ما نعرف به فهل كان موته بالانتحار مفاجأة إلنا نعم أو هيت شنت أظن بالبداية بس بعدين اتعلمت أنه الانتحار عملية تراكمية وما يحدث فجأة أكو علامات تنبيهية الدالة عليه علامات كثيرة قد تكون صريحة ومباشرة بعض الناس يكتب على الفيسبوك أو في غير مكان أنا راح أنتحر أو ينشر وسيطه أو يتحدث عن الموت كثيرا بعض الناس علاماتهم غامضة متبعثرة كلمة هنا تلميح هناك حجة هناك تصرف آخر هناك مثل حال ابني كان قال إحدى صديقاته أن الحياة ما عاد له طام والصديق آخر قال راح أسافر بعيد قال له وين ما أنتجاب ألح قال راح تعرف من الناس بعدين ثلاثة أيام قبل موته حجة وي أمه قال أنا من الموت أريد أن تبرع بأجزائي يستفيد منها الناس أمه شرحت له أنه هذا ما متوفر للأسف هنا بس لا أمه ولا أصدقائه كانوا علمين بالمعنى الدفين لهذه الكلمات والتصرفات ولو كنا نعرف لكان الحال غير الحال هنا لربما كان ابني في الجامعة الآن مثل أقرانه بعد موته احتفلنا لأول مرة بحياته في بعيد ميلاده منتصف شباط لأول مرة بدون وجوده معانا احتفلنا بزرع الوروت في دور الأيتام وفي بعض المدارس وبعدين أطلقنا حملة جمع كتب ثم زرنا عوايل أخرى مكلومة ناجية من الانتحار وعملنا كل هذا تحت اسم تبا فاونديشن بعدين اتعلمنا أنه هذا الذي أخذنا على عاتقنا ملع انتحار ومساعدة الناجين يحتاج جهود أكبر وأكثر تنظيما فأسسنا منظمة أجي وبدل اسم ابننا تبا اخترنا اسم أجي اللي يعني يعيش أو تعيش كتأكيد لمبدأ الحياة وتأكيد عزمنا بأن الهدف مو تخليد ابننا ولكن منع الانتحار ومساعدة الناجين منه بالعمل مع الحكومة والمؤسسات والمنظمات والمجتمع وأفراده فأسسنا المنظمة ومسجلة رسميا هاي مو أول مرة أنا أحشي هاي القصة بحضور جمهور جمهور كريم مثلكم وقد لا يكون آخر مرة وثقوني هدفي مو أن أستجدي عطفكم وشفقتكم ولا أن أشوف نفسي أو أفراد عائلتي كرحايا أو حتى كأبطال ولا أتذدد بسرها بل أتقطع في داخلي وأتألم بشدة لكني أتغاضى عن هذا الألم من أجل إيصال رسالة للحكومة أولا بأن نحتاج منها جهد أكبر لمنع الانتحار وللمجتمع وأفراده لأن يتكاتفوا ويعملوا على منع الانتحار بتثقيف أنفسهم معرفة عوامل الخطورة والحماية من الانتحار ومعرفة العلامات التنبيهية الدالة وإذا تخرج مننا وتأخذ مني شيء أقل شيء أنا أحب تركز على شيئين أو ثلاثة ثقف نفسك واللي حواليك بعوامل الحماية من الانتحار ومعرفة عوامل الخطورة والعلامات التنبيهة الدالة عليه وتذكر إذا أنت مؤمن أنه الذي يميت بالانتحار بين أيدي الرحمن الرحيم لكن الذي ناجي من الانتحار مثلي يموت يوميا يموت من يشوف شاب مثله مقتبل العمر يموت من يجي يوم عيد ميلاده أو يوم رحيله أو يشوف أي شيء يشبه به ويموت من واحد يحشي نكتة بايخة على الانتحار الانتحار ليس موضع الشفاء شكرا لكم